تحدثت لنا عن طبيعة العمل الذي تقوم به خالية الدعم النفسي لمساعدة ضحايا زلزال الحوز إذن بالنسبة لخالية الدعم النفسي بكلية علم التربية هي خالية مشي وليدة تغيير زلزال كانت منذ كوفيد تقريباً الأزمة المر منها العالم فكانت ستت الخالية تحت الإشراف لسيد عميد الكلية والتي قدمت مجموعة من الخدمة عن بعد ثم فيما بعد تحولت الخالية التي تتبع الطلبة داخل الكلية والعاملين بالكلية أيضاً مباشرة بعد الزلزال تم تفكير أننا نقوم بزيارة الأماكن من كوبا وفعلاً تمت هذه الزيارة وتم توفير جميع المتطلبات اللوجيستيكية والمادية من طرف الكلية وهناك أشكره سيد العميد على انخيرات دياله والمشروط الدعم دياله دائماً الخالية لذلك الخالية قامت بهذه المبادرة لزيارة تلك المناطق والطلاع عن كتابة على الظروف النفسية والجماعية والتربوية الأطفال والشباب والأسر أيضاً بالمناطق المنكوبة ترجمة نانسي قنقر